في إطار برنامج النشاط الوقائي المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمتعلق بالحملة الوطنية للوقاية من أخطار موسم الشتاء خاصة اختناقات والفيضانات حيث جاء شعار هذه الحملة دفع آمن شتاء خالي من الحوادث فتطلق مديرية الحماية المدنية لولاية وهران ابتداء من الفاتح أكتوبر من هذه السنة فعاليات الحملة التوعوية التحسيسية من خلال برمجة خرجات ميدانية وقوافل توعوية التحسيسية خاصة نحو المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها كذلك نحو مراكز ومعاهد التكوين المهني بالإضافة إلى الجامعات والإقامات الجامعية وكذلك برمجة دروس خلال خطب الجمعة يتم من خلالها غرس الثقافة الوقائية لدى المواطنين حيث تهدف هذه الحملة التوعوية التحسيسية إلى التقليل بالدرجة الأولى من مختلف الأخطار المصاحبة للموسم الشتوي خاصة فيما تعلق بالتسموم بأول أكسيد الكاربون والناجم عن استعمال سيء والغير سليم لمعدات وأجهزة تدفئة وكذلك خطر الفيضانات التي عادت المينجم عن التساقطات المطارية والحماية المدنية تدعو كافة المواطنين خاصة ونحن على مقربة من الموسم الشتوي بضرورة القيام بكل الإجراءات اللازمة من خلال فحص ومرقبة أجهزة ومعدات التدفئة وكذلك تنظيف كل مداخن الرئيسية والمسؤولة عن صرف الغازات المحترقة مع تغيير أنابيب التوصيل وكذلك القيام بعملية تنظيف البالوعات وهذا حتى نتفادى كل الأخطار المصاحبة للموسم الشتوي ويتم التقليل أو الحد من هذه الأخطار كما تجدو الإشارة إلى أن هذه الحملة التحسيسية هي مستمرة طيلة الموسم الشتوي ترجمة نانسي قنقر